بعد رمضان والعيد والأجازة إيه اللي هيحصل؟ هارجع للروتين بتاع حياتي تاني هارجع للروتين والله يصدقوني هارجع هترجع زي التعبير المصري هترجع ريمة لعديدها القديمة وهارجع تاني همتكس والعودة لنفس الأعباء والدوران في الساقية اللي احنا هتكلمنا عنه في بعض الحلقات قبل كده فهنرجع لأشغالنا وأنششة تضحياتنا ونحس بثقة للحياة جداً ونفت زي ما احنا ده ليه بقى بيحصل عند الشخص ده؟ لأننا بنرجع بنفس النفسية ما قبل رمضان والعيد وننتظر الأجازة الجاية يتيجي عشان نخرج شوية من الساقية دي لا رمضان والعيد علمونا تعليمة مهمة قوي قوي إن هم جايين عشان نتحول لمعنى يجدد نظرتنا للحياة رمضان والعيد جوم عشان يجددوا نظرتنا للحياة مش جايين عشان هم موسم وراح ويجددوا نظرتنا للحياة فنرى الحياة من عند الله لو كانت دنيا تساوي عند الله يبقى الدنيا نشوفها من عند الله نشوفها من عند الملك عشان كده بقول إن من أجمل الحقائق اللي ممكن نعيشها في الحياة اسمع بقلبك عدم انتظار عودة الأعياد لنفرح ونذوب لأن الله وضع سرا فيها أنها لا ترحل ولكن تتحول لمعنى تحيا به القلوب وساعتها لا ينقطع فرحها لدوام بقائها في حضرة المحبوب سبحانه وتعالى ساعتها عتعيش الفرحة في حياتك وتحس إنها تحولت من لحظة إلى إيه؟ إلى ملاحظة تلاحظ بها الحياة عين ترى بها الحياة وارتيني حياة على فكرة مستقل وهم لو تعاملنا معها بعين وقدم عين بنشوف فيها النعم المكررة دي ركائس في حياتنا ما تسابش وقدم بتضيف لحياتنا كل يوم معنى جديد بيغير في حياتنا وتوسع وتجدد حياتنا بنور الله فنشوف ألطاف الله سبحانه وتعالى مش بس وكرم مش بس ووده محاوط بينا فنرى الدنيا اتسعد بعد رمضان فاللي زعلانا عشان رمضان والعيد خلصوا طيب قلبك ايه طيب قلبه ايه الله معك ما ودعك ربك معاك واستسمن مدد الله ليك في رمضان والعيد وعيش بيه ربنا كان بيبشرك ان اللي اكرمك في رمضان والعيد ايه اللي حاصل خزائنه ماء يمين الله ملأ سحاء الليلة والنهار كمل كمل عتجد الفيوضات ونزيك ايه اللي حاصل لم يقل صلى الله عليه وسلم ان لله في ايام رمضان لنفحات ان لله في ايام دهركم لنفحات يلا يلا وابواب الجنة اللي فتحت في رمضان مازلنا سيمها موجود بعد رمضان يبقى ازاي يفضل رمضان والعيد عايش فينا في حياتنا كلها في سبعية هقولكم ممكن نعيش بيها ده ممكن نعيش بيها فاكرين مجالات اللي احنا اتكلمنا فيها هناك في رمضان في الكلام عن السلام هنتكلم عنها تاني ونعيش بيها ببركة رمضان والعيد في جوانب حياتنا فاول جانب هو الجانب اللي بينك وبين ربنا ازاي بقى عايش عايزين نقضى على فكرة اكتئاب ما بعد رمضان دي وما تجيش تاني خالص فازاي اخد من رمضان شيء بيني وبين ربنا يخليني مرجعش الاكتئاب ما بعد رمضان ده خالص ما يخلينيش بعد كل عبادة اكتئاب مرة تانية ما يخلينيش انتكس ما يخلينيش اضيع يخليني دايما مع مولاي ابحث عن معنى ايوة انا منتظر ابحث عن معنى دي حدق الهلاء بكده بس المرة دي اقولك ابحث عن معنى تدخل به خلوة مع الله كل يوم ولو لنصف ساعة وما تتركش الخلوة دي ابدا مع الله عارف الخلوة اللي هتقعد فيها نصف ساعة مع الله سبحانه وتعالى كل يوم هتخليلك تحس بحاجة مهمة اول الله سبحانه وتعالى يحب ليالي رمضان ليه لانه اصطفاها بان نزل فيها القرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن تب نزل القرآن فين في الخلوة على حضرة النبي بالليل فعرفنا ان الليل ده يفتح ليك باب مع الله سبحانه وتعالى فاذا انت بينك وبين الله كل يوم يبقى عندك معنى بتدخل فيه خلوة تجلس فيها مع الله هتجد الليالي كلها منيرة بانوار الله وساعتها هتبقى انت فاهم ايه المعنى الاساسي اللي بتدخل به على الله سبحانه وتعالى يبقى ده فيه مما بينك وبين الله خلوة نصف الساعة بمعنى تخرج به من رمضان ولا بأس ان انت تجدد المعنى ده وتخليه متطبط برمضان هتجد الليالي كلها الليالي اللي تقدر بينك وبين الله طيب هذا فيما بيني وبين الله فيما بينك وبين نفسك بقى اختار خلق عشت به في رمضان وكان قريب من قلبك وحسيت بانك انت ساعتها جددت انسانيتك زي ايه زي ان انت تكون حريص ان انت تساعد الناس وهدي بالك وما بقتش بتقول كلام صعب مش حضرت النبي علمنا الخلق ده فين سبهوا احدا او قاتله فليقول اني صائم اني صائم فاخد بقى الخلق ده خلق ايه بقى ممكن يكون الخلق اللي حضرت النبي كلمك عليه الصبر ممكن ممكن يكون الخلق ده تلحلم ممكن ممكن يكون الرضا بان الله ممكن يكون ان انت مسلم امرك لله هو يدافع عن الذين امنوا شوفوا الخلق ده وداوم عليه بعد رمضان هتجد حياتك بتتغير وفي ساعتها تحس ان رمضان مازال موجود ايه ده ده الرجل لما بيتعصب علي انا بيني وبيني النفس بقول ايه معلش ايه انا الله سبحانه وتعالى خلاني اشوف العصبية دي عشان اكره سوق الخلق الحمد لله يا رب ان انت الهمتني وفتحت عناي ان انا اكون حليم الحمد لله خلاص وايه اللي حصل ده ربنا علمني كمان ان العصبية ودي الخلق ده بياخد دقيق انا تعلمت الدرس ده جيدا